بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد يقول رب العالمين في محكم تنزيله وإن لكم في لنعامل عبرة نسقيكم مما في بطونها من بطونه من بين فرط ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن طمرات النخيل والأعنابي نتخذون منه سكرا ورزقا حسنا وإن لكم في لنعامل عبرة علش الله تبرك وتعالى جل الأنعام الأنعام هنا يرادوا بها البقر والغنم وفي صورة أخرى وإن لكم في لنعامل عبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تاكلون وعليها وعلى الفلك تحملون وهنا يتكلموا عن الإبل لأن نذكر الحمل أن الناس يركبون عليها وفي الأول أقل وإن لكم في لنعامل عبرة يقصد البقر نسقيكم مما في بطونه والضمير هنا المذكر يعود على الجنس ولم يقل نسقيكم مما في بطونها ولأن نعام البقر البقرة يقل نسقيكم مما في بطونه لأن البقرة عندها الأول المعدان لكتجر لأنك تاكل الربيع ومن بعد كتر الضفليل لكي تعود ثم ضغوا مرة أخرى ثم يتحول لجهة أخرى ثم ينتقل الكرش للبطن الثالثة ثم للبطن الرابع لأن الأبقار أصلاً دكش اللي كتاكل لا يكفي في إعطاء اللبن اللبن اللي كيقوله نحن نقوله الحليب لأن في العربية اللبن هو اللي كنقوله نحن الحليب أما الحليب اللي كنقوله الحليب هو الفعل تقوله تحلب نحلب اللبن يعني حلبا ولذلك فاللبن هو الحليب أما اللبن اللي كيقوله المغربة دي وأنه اللبن هذا كو اسمه المخاض بوحده لانتك يتمخذ عن العرب لبن لا تأل عرب زمان ما كتعرفش حاجة اسمه اللبن والحليب كين حاجة واحدة هو اسمه اللبن لبن الأم لبن البقرة هذا اسمه اللي كنعرفوه نحن نسمية الحليب اليوم سيدنا ببي قال وإن إذا قلنا على أن البقرة مالك تأكل وكيدوز عبر البوطون ديالها الكرش الأولى اللي كتجر كتعاوذو التانية والثالثة أبث الرابعة كيقول لي فرط باش ينطاقل قبل ما ينباش يخرج خروج يقول لي فرط يخرج برا اللي زبل حاشاكم فواحد الغد كتفرز على هذا الفرط اللي هو أسود تفرز عليه مادة فيضور في الدم فيضور في العرق الدم فيتحول إلى دم ثم يصل إلى الأمام فهناك غدة تانية كتفرز عليه إفرازات معينة فيتحول من لون دم إلى لون أبيض إلى حليب فكيدور دور أخرى واللي حليب وهذا معنا قولي تعالى وإن لكم في لنعامل عبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرط ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين خالصا من الدم خالصا من الفرط سائغا من الدم ثم يصبح يصبح مستساغا للشرب لو جابوا لك اليوم وحليب الحليب اللبن وخلطوه بالفرط ولا بالدم ماذا كل في العالم يستخدموا منه أبدا ذلك هو الله وهذا على الأشقالين وإن لكم في لنعامل عبرة إذا البقرة كتاكونا الربيع وكتشبع كيكفيها ذلك في البيطامين ذي اللي يعطيها القوة من اللي كيتحول ذلك الربيع كله لا يكفيها لللي بشي يعطيها للحليب اللبن من كيتحول الفرط كي آمر الله تباركواتا يفرز عليه إفرازات من غدة معينة في آخر البطن الرابعة يتحول إلى دم ثم يتحول إلى لبن اللي هو اللي كان عرفه بالحليب وهذا النعمة ما كيش اللي ديرها إلا الله سبحانه وتعالى وحده ثم في نفس الشيء قال في الإبل وإن لكم في لنعمل عبرة نسخيكم مما في بطونها يعني الإبل من بين نفس الشيء نسخيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تاكلون لأن طريقة إخراج اللبن من الإبل كيختلف على البقرة علش ما بقاش يفصل صدر بي من جل الإبل لم يفصل ما بقاش من بين فرط ودم قال نسخيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تاكلون وعليها وعلى الفلك تحملون وهذا أمر آخر وهذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى فكذلك عندنا مسألة أخرى اللي كان عرفه ناس في ذكات الحيوان جمعية الرفق بالحيوان كانوا كيتهم المسلمين بأنهم همج من اللي كي يجيوا للحيوان كي يدبحوه كي يبقى يرفص كي يقولوا ما شئكو احنا كنديروا طريقة سهلة للدبيحة ما كندبحوش باش يبقى يتركل أش كنديرو كندربوه بالقرطاس ولو بالصحر بالكهرباء كي يمضي في البلاصة وحنا تهلنا فردوا عليهم من أطيباء العلماء ديالهم هم اللي يردوه قالوا ما ذكش اللي كيديرو المسلمين في الدبيحة حسن من نحنا حسن من ذكش اللي كديرو علاشه لأن الحيوان هم كتقولوا كيتعدب وكتقولوا كيتركل من كيتدبح هو اللي والمعروف على أن هذيك الدكات اللي كيديرو المسلمين ذيك الدبيحة أنهم كيف يفريوا الأوداج كيدبحو وما كيكسروش الرقابة ديال البهيمة البقرة ولا الخروف ولا علاش لأن جميع جميع الميكروبات الفيروسات كتكون موجودة في الكرش للحيوان أي حيوان كتكون الفيروسات موجودة في الكرش دياله وهذه الفيروسات هذه الميكروبات محاطة بغشاء مخاطي محكم من الدماغ وهذه الفيروسات هذه من اللي كيتدبح الحيوان كيبقى المخ حي فيرسل إلى القلب لأن المخ دائما ديالحيوان كيحتاج الدم مع أكسيجين إذا تقطع لي الدم مع أكسيجين في ثلاث ثواني يموت الحيوان سيصاب المخ بالإغماع فالمن اللي كنتدبحه احنا طريقة الدبح كنتدبحه كنتدبحه كنتنفريو الأوداج كنتدبحه نقطعه العرق في ديالحيوان ولكن ما كنتقطعه الرقابة لأن لا يزال المخ مع أنه خاش وكي متصل بالقلب وفي الأجهزة المحيط يدي الدم فالمخ من اللي كنتدبحه بالإنقاذ ترسل القلب تقول لي عندك ترسل القلب فهذه الحركات كلها لا إرادية الحيوان أصلا مات في ثلاث ثواني الأولى فلذلك من اللي يقول لي يرسل يرسل الدم من اللي يصف الدم من الجسم كله يصف من دماء فعند ذلك يموت المخ ومع ذلك هذا الوقت الذي يكون المخ يرسل رسائل القلب لا يزال متحكم في الغشاء المخاطئ المجامع جميع البكتيريا اللي موجودة في الكرش الحيوان من اللي كيموت المخ ما كيبقاش أكسيجي وصله كيفقد السيطرة على الغشاء المخاطئ كيتحل كتخرج البكتيريا ما كتلقاش الدم باشتفاعل معها كتموت في بنصها هذه طريقة الدكات عند المسلمين بينما طريقة القتل للحيوان عند غير المسلمين لا كيقتلوا إما بالسعق الكهربائي أو بالرصاص اللي كيضربوه حديدي في المخ من اللي كيضربوه مجرد ما كيموت المخ يصاب بالشلل كيفقد السيطرة على الغشاء المخاطئ اللي هو متحكم في البكتيريا الموجودة في كرش الحيوان كتخرج للبكتيريا كتلقى دماء موجودة ما خرجتش فتتفاعل معها وكتسبح معها وكيوليد الدم كله مع الجسم دي الحيوان نجيس ولدارة الحيوان كتلقاه كيزرق مالكي تضرب وكي تسعق في الكهرباء كيزرق في البلاصة بينما الملكة تكون بالطريقة الشرعية بالدكات والدم كيخرج كيبقى الحم دي الحيوان الخروف أو البقرة كيبقى حمر هذا هو الفرق وهذا كلام مش دينا الكلام دي الأطباء ودي العلماء دي لهم دي الغرب كيردوا على الجمعية الرفقة بالحيوان اللي كيتهم المسلمين بالها مجي في طريقة الدكات الدبح وما عرفوش على أن المسألارة مش جاد غيرها إذن هذه إشارة وننشر لها ما يتعله علاقة بطريقة الدكات للحيوان